بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رحمن الرحيم مالك يوم الدين الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا في سورة المعارج ووصلنا إلى قول الله تعالى فما للذين كفروا قبالك مهطعين وقد ذكرنا إشارة لطيفة أشار بها ابن عاشور في قضية الرسم القرآني فقال أنه اللام هنا فما لألام هذه ليست موصولة مع الماء وليست موصولة مع الذين فهي من نوادر الرسم كما أخبر ابن عاشور قال هذه نادرة من نوادر الرسم وندرة هذا الرسم حقيقة هي دلالة على ندرة حال هؤلاء الذين كانوا يجتمعون حول النبي عليه الصلاة والسلام ويلتفون حوله حلقا حريصين على أن لا يتفوتهم كلمة ومع ذلك كل ذلك الحرص والإسراع والإقبال على النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان لغرض المعاندة ولغرض الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام ولغرض البحث عن ثغرة يتكلمون بها على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى القرآن فلغرابة حالهم جاء غرابة الرسم في ذلك وحقيقة دلالات الرسم القرآني يعني له إشارات كثيرة فمن ذلك وقد ذكرنا في نهاية الدرس الذي مضى عن الإشارة في كتابة كلمة سيماهم في وجوههم بين سيم الصحابة رضو الله تعالى عليهم كيف كتبت بالألف وبين سيم الكفار والمنافقين في نار جهنم أنها جاءت من غير ألف ولذلك لاحظوا في قول الله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم جاءت شجرة مفتوحة البتاء مبسوطة يعني تاء مبسوطة بينما الشجرة تكتب بتاء مربوطة بعض أهل العلم قالوا إشارة لطيفة قالوا لأن الغرابة في رسم تاء هذه الشجرة لأن كل الشجر يموت في النار إلا هذه الشجرة فإنها تنبت في النار فلغرابة حالها خولف في رسمها وهذه من الإشارات اللطيفة التي يعني جاءت في هذا المعنى كذلك لاحظ كلمة مثلا رحمة كلمة رحمة يعني أينما تأتي في القرآن مكتوبة بالتاء المربوطة اللي نسميه إحنا تسعة يعني مثل التسعة لكن لاحظ أنه رحمة الله وبركاته عليكم آل البيت وفي مواطن أخرى جاءت الرحمة بالتاء المبسوطة قالوا لأن التاء المبسوطة هذه إشارة إلى الانفتاح في تحمل الرحمات العظيمة من الله والنعمة العظيمة من الله على آل البيت وفي إكرام إبراهيم عليه السلام حين أعطاه الولد على هذا السن الكبير فلذلك جاءت كلمة رحمة بالتاء المبسوطة يعني للإشارة إلى هذا المعنى الجميل في قضية تحمل التاء وليس هذا في حسب فحقيقة يعني دلالات الرسم كثيرة في القرآن الكريم وحتى في اللغة العربية حتى البعض قالوا مثلا كلمة ليلة الألف المقصورة وكلمة ليلة بالتاء المربوطة قالوا أنه يعني ليلة بالتاء المربوطة معروفة أنه للليلة التي تقابل اليوم يعني اليوم والليلة لكن ليلة التي يعني بالألف المقصورة قالوا على أنها هذه شديدة السواد وذلك سميت ليلة على هذا المعنى وحتى اسم ليلة كما هو معروف وحتى دعوة الطعام ودعوة المحكمة لاحظ أنه دعوة الطعام الدعوة للطعام تكون بالتاء المربوطة ودعوة المحكمة تكون بالألف المقصورة قال أيضا أهل الرسم في الإشارات قالوا أن دعوة الطعام تكون مقتصرة على جماعة سيأتون ويأكلون ويذهبون فجاءت التاء مربوطة أما دعوة المحاكم يعني تطول سنوات وأشهر وسنوات ولذلك جاءت الألف المقصورة إشارة إلى هذا المعنى وحقيقة في القرآن أكثر من 157 إشارة في الرسم في قضية امرأة وفي قضية قرات وفي قضية إنما ولكيلة وغير ذلك من الإشارات الكثيرة التي جاءت في القرآن الكريم وقد ذكر ذلك الإمام النسابوري في غرائب القرآن ورغائب الفرقان من أراد الرجوع إلى خلافات الرسم فقد جمعها النسابوري في تفسيره غرائب القرآن ورغائب الفرقان وعلق على بعضها نعم قال فما للذين كفروا قبلك مهطعين قبلك هو ظرف على معنى عندك يعني ما حال هؤلاء وما حال غرابة هؤلاء الذين كانوا يعني عندك يجتمعون حولك مهطعين مهطعين أي مسرعين مادين هي أصلها من أهطع البعير إذا مد عنقه في سيره وسار ووردت كلمة مهطعين حقيقة في معاني كثيرة لكن الراجح منها كما ذكر ذلك قتادة وابن عباس والضحاك والكلبي وغيرهم على أنه مهطعين مسرعين حتى أن قال الطبري والإهطاع هنا الإهطاع هنا على معنى الإسراء أولى من حمله على معنى مد النظر أو إدامة النظر لأنه منهم من قال على أنهم مهطعين قال ما دي أعناقهم إليك ومنهم من قال على أنهم محددين وهذا قول ابن عباس قال محددين إليك ومنهم من قال مهطعين أي خافضي رؤوسهم كأنهم يعني وربما هذا يكون حال المنافقين أن يتظاهرون بانكسار في سماع ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنه أبو مسلم الأصفهاني ذكر قال سبب النزول هذه الآية قال أنه سبب النزول أن المشركين كانوا يقولون على أنه يقولون لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقولون إن كان هؤلاء يدخلون الجنة فنحن أولى بدخل الجنة منهم يعني لما يرون الفقراء وغير ذلك من ضعفاء المسلمين ومنهم من قال على أنه المراد هنا بالمنافقين لأنه قال الكفار ما كانوا يجلسون حول النبي إنما كان أهل النفاقهم الذين يتقربون إلى النبي نعم قال فما الذين كفروا قبلك مهطعين قال ابن كثير أنه يعني حال هؤلاء من الحرص على الجلوس عندك والتقرب منك وملازمتك في كل شيء بمدّي أعناقهم إليك وإدامة النظر عليك حالهم حال الحريص على الدعوة والحريص على الهداية لذلك ابن عاشور قال في التفسير قال وحال هؤلاء في التمثيل من حالهم حال القرب حال أن يطلب الهداية ولكنهم سبحان الله على هذا القرب وعلى هذا الحرص على الجلوس معك يا محمد عليه الصلاة والسلام إنما كانوا في ضلال مبين وكانوا في بعد عن الحق قال مهطعين أي أنه يعني قالوا مقادين وفي أقوال كثيرة لكن هذه أشهر الأقوال على أنهم مسرعين هؤلاء المنافقين إذا قلنا أو كانوا كافرين من غرابة حالهم كما قلنا حولك يا محمد عليه الصلاة والسلام مهطعين أي حريصين على الأخذ مسرعين الأخذ منك عن اليمين وعن الشمال عزين عن اليمين وعن الشمال منهم قال على أنهم المراد كما ذكر ابن عاشور قال المراد في كل اتجاه ليس المراد اليمين والشمال إنما العرب إذا ذكرت اليمين والشمال أرادت كل الاتجاهات ولكن عادة المعروف أنه أنه ماذا اليمين والشمال كما أن العرب إذا أرادت أن تذكر يعني مطلق الوقت قالت بكرة وعشية وأرادت الوقت الذي بينهما لأنه محصور بين البكرة والعشي نعم قال عن اليمين وعن الشمال عزين قالوا عزين مأخوذ من عزو الشيء قال الإمام الراغب قال وعزين من العزو وهو أن ينتسب الرجل إلى جماعة يعني لاحظون أنه مثلا في الحرب عندما يقاتل إنسان ويحتاج إلى نصرة أخارب ونصرة أعوان أعوان معه فيقول أنا ابن فلان أنا من بني فلان فيجتمع حوله قومه فلما كانت قضية العزو فيها معنى اجتماع القوم أخذت معنى عزين على معنى الجماعة يعني وهذا قول ابن عباس لما سأله نافع بالأزرق قال ما معنى عزين قال جماعات وحلقا وهذه رواية أيضا مروية عن أبي ذر رضي الله تعالى عنهم أنه قال عن عزين الحلق والجماعات وتقال حلق وحلق والفتح هو الأشهر والكسر جائز أيضا نقول حلق ونقول حلق نعم من حلقة نعم المقصود بها المقصود هنا يعني معنى الآية على المعنى الإجمالي قبل أن ندخل في المعنى التفصيلي أن هؤلاء الذين كانوا مخطعين وهنا لاحظ قال فما الذين كفروا قبلك مخطعين ما قال فما الذين كفروا مخطعين قبلك قال أهل اللغة قالوا وقدمت قدم هنا الظرف للاختصاص ولبيان غرابة حالهم ولبيان أنه جهالة ما كانوا يفعلون على أنهم كان الأولى بهم أن ينتفعوا من محمد عليه الصلاة والسلام وأن ينتفعوا بما جاء به ولكن هذه الحال كانت يعني حال الجاهلين الذين يعني كانوا يجتمعون حول النبي لكن من غير أن ينتفعوا منه بشيء قال عن اليمين وعن الشمال عزين أي قال يجلسون حوله حلقا حلقا في كل مكان يحيطون به حلقا والمراد من تلك الحلق أنه يجلسون حوله أنه يعني فيها حالين الحال الأول ظاهر حالهم حال من يجلس لينتفع وحقيقة حالهم هو يجلس من يريد أن يتربص ويترصد للنبي عليه الصلاة والسلام ولما ينزل من كتاب الله من أشياء ومن آيات حتى يتخذها هزؤة ويتكلم بها على دين الله قال عن اليمين وعن الشمال عزين أي كما قلنا يعني مفردها عزة وعزو الشيء هو الانتساب إلى غيره عزو الشيء أن تنسبه إلى غيره يعني نقول أنه فلان معزو إلى فلان أي كأنه ينتمي إليه أو ينتهي إليه نعم قال وعن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم وفي قراءة أن يدخل جنة نعيم أي حالهم هذا حال الجالسين حول النبي عليه الصلاة والسلام يعني هل يتساوى من يجلس حول النبي عليه الصلاة والسلام لينتفع بأمره ونهيه وبعلمه وبما يقول وسنته هل هذا حاله يعني من يجلس حول النبي عليه الصلاة والسلام لينتفع منه هو كحال من يجلس حول النبي ليترصد للمسلمين وللقرآن ولما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام أن يترصد له الكلمات ويترصد له الإشارات حتى يستهزئ بالمؤمنين أيطمع كل مرئ منهم هل هذا الطمع حاصل يعني هنا على استغراب والاستنكار من حالهم أيطمع كل مرئ منهم أن يدخل جنة نعيم هل يظنون أن دخول الجنة جنة النعيم سيكون أمرا سهلا مجرد أنه يعني محاربتهم لدين الله ومحاربتهم لكتاب الله ومحاربتهم لرسول الله أيجعل ذلك منهم أن يطمعون وبعد كل ذلك يطمعون أن يدخلون الجنة يعني كما كان يقول يعني وَلَا إِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدْنَّا خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا كما قال الوليد المغيرة وَلَيْتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا يعني هذه الكفار والمشكلة أنه يعني إذا قلنا بألم نقول أنه ما زالت أن هذه الفكرة موجودة عند كثير من الناس يظن أنه إذا أعطاه الله شيئا في الدنيا هذا دليل المحبة ويبني على ذلك على أنه لو رجع في الآخرة سيكون له مقام أعظم ومكان أكبر لماذا قال الذي كرمني في الدنيا سيكرمني في الآخرة وذا كان رأيي يعني كثير من عتات قريش الذين كانت لهم الأولاد والأموال والعبيد والدور وغير ذلك وكانوا يظنون أنه ماذا أنه لو عادوا في الآخرة أن الله سيكرمهم أكثر ولذلك الله سبحانه وتعالى عاتب هؤلاء وبيّن سخف كلامهم وكذب ما ادعوه على أنهم يعني سيكون لهم في الآخرة كما يشاءون فقال أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهده وهنا قال أي اطمع كل مرئ منهم أن يدخل جنة نعيم أي ظنون أن الجنة هكذا سهلة دون أن يكون هناك عمل ويكون هناك تحب ويكون هناك التزام يعني كيف يساوي الله بين المجرمين والمتقين كيف يساوي بينك كما قال فلا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الذي يسارع في الكفر كما هنا في هذه الآية كيف لك مهطعين مسارعين حولك وبين من يسارعون كما قال الله سبحانه على المؤمن سارعوا لمغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض هناك فرق كبير بين من يسارع في عداوة الدين ومن يسارع في يعني الدخول في هذا الدين وإكرام هذا الدين ولذلك قال أيطمع كل مرئ والطمع هنا على معنى الرجاء أيرجو كل واحد منهم هل يظن أحدهم أنه يرجو كل مرئ منهم يعني ما تكلم على الجميع إنما جاء على الإفراد زيادة في تحقير رجائهم وزيادة في بيان سخف عقولهم حيث ظن كل واحد منهم أن يدخل جنة نعيم يعني هنا القرآن ما عبر أن يطمعون أن يدخلوا جنة نعيم مثلا ما عبر القرآن على العموم إنما فصل كل واحد منهم على كل مرئ منهم على معنى سخف هذا الطمع والرجاء بأنهم ما فعلوا شيء لله حتى يطمعوا بما عند الله سبحانه وتعالى قال أن يطمعوا كل مرئ منهم أن يدخل جنة نعيم أن يدخله الله جنة النعيم وجنة النعيم هذه كتبها الله لأهل التقوى وكتبها الله لأهل الإيمان وكتبها الله سبحانه وتعالى لمن خاف مقام ربه جنتان كما قلنا وذكرنا في الدرس الماضي والنعيم ضد البؤس لأنه مهما كانت الحياة في الدنيا وهذه أيضا من المسائل التي جعلها الله في الدنيا مهما كانت الحياة في الدنيا فلن تكون نعيما مطلقا وذلك البعض ربما يقول أنه لو كانت عندي ملايين وكانت عندي دور وسيارات وضياع وغير ذلك فأنا لا شك سأكون في نعيم من يقول لك هذا يعني صحيح أن الدنيا لها ظواهر ولا شك أنه المال ربما يخفف عليك بعض بعض يعني تبعات وهموم الدنيا ولكن لا تظن أن هناك السعادة المطلقة ثق كثير من الرؤساء والحكام يعني ربما يصعب عليه الغمض يعني يتمنى أن ينام يتمنى أن ينام كما تنام أنت عندما تغلق بابك وتنام وأنت مرتاح كثير من أهل المال يتمنى أن يعني لا يكون قلبه مشغول بأمواله ولا بضياعه ولا بشيء منها إلا من رحم ربي من جعله الله سبحانه وتعالى جعل المال في جيبه ولم يجعل المال في قلبه كثير من الناس من له أموال كثيرة ولكنه يعني تبيعه المرض فيتمنى غمض لحظة كما جاء رجل الحسن البصري فقال يا إمام إني أشكو كثرة النوم عندي مشكلة أنام كثير قال أحمد الله سبحانه وتعالى فإن الله من على العباد بالنوم قال وجعلنا نومكم سباتا فإن من الناس من يتمنى غمض لحظة ولا يستطيع لذلك أخواني ترون قصور كبيرة وأبراج عظيمة ولكن لا تعلمون يعني ماذا أودع الله في قلوب هؤلاء ما جعل الله سبحانه وتعالى السعادة إلا في كتابه ما جعل السعادة إلا في دينه على أمل المسلم أن يلقاها في الجنة لكن في الدنيا الدنيا يعني نعم لنحيينه والذين جهدوا يعني الله سبحانه وتعالى جعل الذين يؤمنون يحييهم الله حياة طيبة هذا لا شك فيه لكن الحياة الطيبة هذه ليست على المعنى المفهوم على أنه قصور وسيارات وضياء وغير ذلك ولكن يعني دائما كل ما يعطيك الله سبحانه وتعالى شيء في الدنيا يجب أن تعلم أن هناك عليه ضريبة ضريبة لهذا الشيء حتى أنه المتنبي يقول بيت من شعر جميل يقول ذو العقل يشقى بالنعيم بعقله وأخذ جهالتي بالجهالة ينعم حتى إذا الله سبحانه وتعالى أعطاك عقل كبير فق أنت أيضا ستكون يعني في تعب وفي كرب شديد لأنه ستكون عليك تبعات غير التبعات التي يعني ينظر إليها الإنسان البسيط الفلاح البسيط الذي ربما يعني فلح أرضه وكان له تعب جسدي ثم رجع إلى بيته فأكل ما تيسر له من خضار ومن خبز ثم نام على الحصير أو نام على فراش بسيط ثق حتى هذا الذي تقول عنه أنه يعني في شقاء لكنه ربما تكون له الحالة النفسية تكون عنده أفضل بكثير من كثير من أهل القصور ومن أهل الأموال يعني كم سمعني من أهل الأموال من كانت له أموال في البورصة أو غير ذلك من الأسواق العالمية فكان قلبه معلق بالشاشة متى سيرتفع السهم ومتى ينزل السهم وكم إنسان مات من أجل ماذا؟ نزول الأسهم وارتفاع الأسهم وغير ذلك ويعني الأمر كله لله ولذلك النعيم الحقيقي والحياة الحقيقية هي في الآخرة ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال وإن الآخرة لهي الحيوان الحياة الحقيقية هناك ولذلك الله سبحانه وتعالى نلاحظ أنه يعني لما ذكر الحياة الدنيا وذكر الموت قال الذي خلق الموت والحياة قدم الموت على الحياة في سورة الملك قال بعض أهل التفسير إنما هذا التقديم جاء لإشارة لطيفة على أن الحياة الحقيقية هناك وإنما هذه الحياة الدنيا قصيرة فقدم فيها الموت الذي هو حاصل فيها ثم الحياة الحقيقية هناك ستكون في الآخرة قال أيطمع كل مرئ منهم أن يدخل جنة نعيم ونقال كل مرئ منهم والمرء منهم من قال المرء هو الإنسان والمرء جاء في معاني كثيرة في القرآن الكريم والمرء جاء في سورة النبأ في قول الله تعالى ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابة فالمرء جاءت في معاني كثيرة منهم من قال أن المرء يأتي بمعنى الكافر والمرء يأتي بمعنى إبليس والمرء يأتي على معنى الإنسان على مطلقه وقيل المرء يأتي على معنى كمال المرؤة كما أن المرأة هي على كمال المرؤة عندها والمرء للذكر على كمال المروء عنده أيضا هذا موجود في اللغة لكن هنا المراد بهم هؤلاء الذين كانوا يجلسون حول النبي عليه الصلاة والسلام ثم بين بعد طمعهم هذا ورجائهم هذا في دخول الجنة دون عمل يعني يرتجى قال كلا على ما تمنوه وكلا على ما ظنوه وكلا على ما قدروه في أنفسهم أنهم سيدخلون الجنة لأنهم قد نعاهم الله في الدنيا وعطاهم الله في الدنيا فسيدخلهم الله أيضا الجنة في الآخرة قال كلا كلمة ردع وزجل على ما قالوه وعلى ما تمنوه إنا خلقناهم والخلق كما قلنا هو التقدير أي نحن قدرنا وخلقنا وأوجدنا والخلق إذا أطلق لله يكون على الإيجاد من عدم وفيه معنى الإبداع والخلق من الله صلى الله عليه وسلم من غير تفكير ولا روية ولا مدة ولا زمن كما يكون للإنسان تعالى الله عن ذلك علوة كبيرة ويوجد الله الأشياء بأمرين إما يوجدها بعالم الخلق أو يوجدها بعالم الأمر كما قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله نعم قال إنا خلقناهم أي نحن الذين أوجدناهم وكانت علينا النشأة الأولى إنا خلقناهم مما يعلمون قال أهل التفسير ما فائدة أن الله يعلم إنسان أمرا يعلمه قال ليس المراد إعلامه ما يعلم لأنه ما يعلمه يعلمه إنما المراد ألا تتطعظ ألا تفكر فيما يقال لك ألا تفكر فيما فيما يقال لك على أنه أنت تعلم من أين خلقته ومن أين كنت يعني عبد الله بن الشخير هذا الرجل الصالح الجليل عندما مر فرأى المهلب من أبي صفرة يمشي في ثياب من خز ثياب من حرير وأمير من الأمراء كان في العراق وغير ذلك فكان يمشي وحوله الخدم والحشم وكان يمشي بتبختر وكبرياء فلما رآه من تبه إليه قال أما تعرفوني قال بلى أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت فيما بينهم تحمل العذرة يقول فانكسر المهلب من ذلك طبيعي نطفة مذرة أي نطفة ذليلة أي من شيء حقيق تاثة لا يقام له لو وقع على ثوبك لحاولت وأسرعت بغسله وأزلته عن ثوبك فأنت من نطفة مذرة ولذلك قال إنا خلقناهم مما يعلمون ألا تعلمون من أين أنتم ومن أين جئتم أما جئتم من ماء الرجال الذي خلقه الله في الإنسان كما قال أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أنكم تعلمون أنه أصل الخلقة هو التفاهة والحقارة والتي هي ليست لها قيمة لولا أن الله يعني خلقكم أطوارا فجعل طورا بعد طورا المضغى والعلقة والمخلقة وغير المخلقة هذه الأطوار التي منى الله بها على العبد حتى نقله من حال إلى حال قال إنا خلقناهم مما يعلمون أي تعلمون حقارة الأصل الذي كنتم منه وتفاهة الأصل الذي كنتم منه وذلة الأمر كنتم من ماء مهين من ماء ممتهن يعني لا يؤبح له ثم جعلكم الله الذي خلقك فسواك رجلا جعلكم رجالا وجعلكم يعني تحكمون وتملكون والله أخرجكم بطول أمهاتكم لا تعلمون شيئا كل هذه المعاني يجب أن يستحضرها الإنسان وهو يعني يقف أمام كتاب الله ويقف أمام الله سبحانه وتعالى عندما يريد الكافر أن يعارض الله سبحانه وتعالى في خلقه ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الآية أي أنه إن كنتم أنتم في أصل هذه الحقارة ففيها أمران الأمر الأول أنه رد عليكم فالذي استطاع وهو القادر على إيجادكم أول مرة القادر على الإيجاد قادر على الإعادة هذا أولا والثاني أنه إذا تساويتم مع المؤمنين في هذا الأصل فالمؤمن أيضا كان من نطفة ولكن المؤمن ارتقى بحاله بالعمل الصالح فماذا فعلتم أنتم هذه إشارة القرطبي قال يعني إن تساويتم مع المؤمنين وكذلك الرازي من قبله قال إن تساويتم مع المؤمنين في أصل الخلقة ولكن المؤمنون ارتفعوا عنكم بماذا؟ ارتفعوا عنكم بالعمل الصالح وبطاعة الله وطاعة رسوله وهذا الفرق كبير بينكم نتوقف له القدر إن شاء الله على أن نكمل معكم في رحاب سورة المعارج في الدرس القادم إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة